الحقيقة فيهم اخوان كتير انا شايف فيه اسماء كتيرة يعني فيه طبعا المستشار حسام الغرياني الدكتور محمد ابو الغار السيد سامح عشور السيد اشرف عبدالغفور السيدة مونة مكرم عبيد الشاعر الكبير فاروق جويدة دي الاسامي اللي هي زهرة فيه طبعا فضلت الشيخ ناصر فريد واصل المستشار عاطف البنة يعني لكن باقي الاسماء معظمها يعني اعتقد انها من التيار الاسلامي فيه ممدوح الولي رئيس النقابة الصحفيين نادر بكر من السلفيين في الجزء ايوة ايمان البحر دبريش قلته لا انت بتكلم يا استاذي انت فيه قائمة احتياطي معشان ما نتلخبطش بس ساعه فيه خمسين اسمه اساسي وفيه عشرين اسم احتياطي ليه الاحتياطي دول الاحتياطي دول عشان لو حد اعطازها الاحتياطي دول عشان حضاء. شو بقى الاحتياطي فيها مين؟ دكتور حزم الببلاوي. احتياطي. احتياطي. دكتور حزم الببلاوي احتياطي. احمد عمر دراكي. اخوان مسلمين. محمد عثمان. حسين القزاس. دكتورة رباب المهدي. باكينام الشرقاوي. ايمان البحر درويش. سيد مرس. عمر هاشم ربيع. عمر خالد. مصطفى كمال حلمي. دكتور محمد محسوب. هاني صلاح سري الدين. علي الصاوي. يعني. شوف حضرتك القائمة. اللي هي فيها خمسين اسم. والقائمة. اللي هي. خلينا احتياطي. إذا أركز علا الخمسين اسم دخل البرلمان. والخمسين اسم. إنها شخصياتنا عما من خارج البرلمان. لأ. دخل البرلمان لسه منزلوها. شعنزلوها. لكن اللي من خارج البرلمان een أخمسين بقى. R45 الأصلي. الأصليين. فيهم. أقول لكم الأول. إذا أرهم سوا يا جماعة. أسامة عبر salvat. عبدالرحمن على الدين. الحميد البر إخوان حسين حامد حسان عبدالعزيز عبدالشافي الشيخ حسين حسان لا مش محمد حسان مش شيخ محمد حسان رفيق سموئي الحبيب حسين حامد حساب الأسادة الشريعة الإسلامية بجمعة قاهرة رفيق سموئي الحبيب نائب رئيس الحرية والعدالة أيمن علي سيد أحمد أحمد أيمن فؤاد المراكبي حتى القبط اللي هم مختارينه معهم في الحزب حسن محمد عبدالعزيز لشين جمال محمد أحمد نوارة محمد ماجد عباس خلوسي محمد عبدالجواد محمود أنا لسه مش شايفة أسامي النخبة المثقفة والفقهية وكبار فقهاء الدستور فينهم ده الدستور لازم يكتب بفقهاء حارني بقى حضرتك بين هذه الأسماء مع كل الاحترام والتقدير ديها و حاتين فين أحمد حرارة موجود فينه 26 أحمد محمد علي أحمد حرارة يشكروا اللي افتكروا حد من الصوار أيوة فان وبين كنت بأرى النهاردة الصبح في تشكيل لجنة الثلاثين التي وضعت دستور 1923 كان فيها هيحة باشا برحيم وتوفير باشا دوس وإلياس أندراوس وحسين فاخري وعدد من كبار فقهاء القانون حط القيمة على الشاشة ومشي عليها بشيش بطاريارك الأقباط الأرسوزوكس ومفتي الديارة المصرية وعدد من كبار الأعيان ووجهاء الأمة وكلفوا بوضع دستور 1923 وكلهم من الأسماء المرموقة الذين فعلا يمثلون مختلف شرائح الأمة المصرية ومختلف الكفاءات القانونية في الأمة المصرية سعد الزغلول كان له وجهة نظر أخر كان له وجهة نظر أن يتم انتخاب الجمعية السي بواسطة الشعب وسمى هذه اللجنة لجنة الأشقياء وفي قول آخر لجنة الشياطي إنما لجنة الأشقياء هذه لجنة الأشقياء التي تمثل نخبة الأمة المصرية في هذا الوقت هي التي وضعت أفضل دستور عرفه التاريخ المصري في هذا الوقت أخشى أن اللجنة احترمنا الجميع الأسماء المذكورة لكن يعني أنا مش شايف فيها أسماء قانونية باوزة ما فيه فين الأسماء القانونية المستشار عاطف البن فقط مع كل التقدير سامح عشور ومين كمان؟ الغرياني طبعا المستشار حسام الغرياني يعني سيبقى ثلاث أعضاء أنا متخيل اللجنة زي هذه يبقى 50% من الشخصيات العامة طبعا مش أقل 25% من الجر القانون لأن هم دول اللي هكتبوا دستور صحيح إنما فيه ناس بتتكلم عن لعبي قرات قدم وفيه ناس بتتكلم عن ممثلي نقابات الفنانين مع كل الاحترام والتقدير إنما من يضع دستور مصر هم الذين لهم خبرة في دستير العالم والذين برسعهم أن يضعوا دستور أن يعليق بالدولة المصرية إنما على العموم هذه كلها أخبار غير رسمية ودعونا ننتظر ده الأهرام يا فن حتى يتم إعلان التشكيل النهائي الاعتراض ليس على الأسماء إنما الاعتراض على الإجراءات التي اتبعت لاختيار هذه الأسماء وطبعا فيه طبعا ستة واربعين عندنا ممدوح عبدالهادي عفيفي شهين اللواء ممدوح شهين طبعا وهو برضو يعني خبرة هو داخل باعتبائيه ممثلا للمجلس الأعلى لقوات المسلح يعني الحقيقة هتطلع أنا هسيب الأسماء وصلاة حضرتك تلقي نظرة فيها ومن العشرين الاحتياطي اللي في حالة اعتذار أي شخص طبعا زي ما قلت لكم الدكتور حازم الببلاوي عمر الدراج محمد عثمان حسين الأزاز علي علي حبيش رباب المهدي باكينام الشرقاوي إيمان البحر درويش سيد مرقص عمر هاشم ربيع عمر خالد محمد باهي أبو يونس عبدالآخر محمد حماد مصطفى كمال حلمي محمد محسوب هاني صلاح صري الدين علي الصاوي نور الدين علي ردوان محمد بكر اسماعيل حبيب ومحمد صفوة الزيات وهذه أسماء احتياطي وليست أسماء يعني في القائمة الخمسين الأساسية سعد دكتور اسماعي يقول لك أنه يعني في خبر هنرجع للدستور هنرجع لللجنة التأسيسية بس في خبر مسير جيد